بسم الله تمرين الثاني من تدريبات وتمرين الورد تدريبات وتمرين قلنا كتير مهمة جدا تدريبات وتمرين بتوريك انت ضعيف فين تبتدريبات وتمرين بتؤكد عن اللي تعلمته لان بتدي تدريب فبتأكد وتخليك اكثر حفظا تدريبات وتمرين بتوريك عمليا انت بتعمل ليه دي هنا هو وليه وبعدين التدريبات والتمرين تصدقني لا يوجد نجاح من غير وتدريبات وتمرين كل ما تدربت وتمرين على تمرين مختلفة بتغطي كل جوانب المادة كل ما كنت اقرب للنجاح المهم هنجيب التدريبات والتمرين دي منين هنجيبها من بهيج دوت كوم هذه العنوان www.beheek.com افتح الانترنت اكسب لورر او الكروم او الفاير فوكس او اي حاجة واكتب بهيج دوت كوم هنا او تكتب هنا احمد بهيج برضو هيجيب لك ايه ادي احمد بهيج خلاص فهيجيب لك تقريبا هتكون اول واحدة الصفحة الرئيسية لأحمد بهيج هي دي او تكتب بهيج دوت كوم زي ما انت شايف تدخل على صفحة التنزيلات والدعم اللي انا حاطط فيها التمرينات والتدريبات تدخل على الورد ونيجي على التمرين التاني اضغط عليها عشان نشوف ايه هو التمرين التاني التمرين التاني بيقول انشئ مستند جديد احفظه باسم عطلة في المجلد اتنين احفظ مستند مدن وامارات اللي هنفتحه المفروض بالورد بنفس اسمي في المجلد كذا افتح المستند الطريق السريع فين المستندات دي المستندات دي موجودة فين لو رحنا البهيك دوت كوم تاني ورحنا يا سيدي العزيز على صفحة التنزيلات والدعم ورحنا على الورد هنلاقي امام التمرين التاني ملفات التمرين التاني اللي هي فيها مدن وامارات وفيها وفيها تيجي ننزلها من الانترنت نخليها عندنا على الكمبيوتر ونقول له افتحها هيفتحها التمرينات دي عايزين نستخلصها من المجلد المضغوط عدة تمرينات مجمعينها من بعض في واحدة عشان ما نخلكش تعمل واحد اتنين تاتة اربعة تنزل خمس ملفاته وملفه واحد واستخلصها وحطها على انا عملت لها مجلد على سطح المكتب خلاص فين سطح المكتب ادي سطح المكتب سميته تمرينات الورد تمرينات الورد في التملين الاول خلينا نعمل واحد جديد في تمرينات الورد نيو فولدر البرنامج دي على فكرة اسمه ونرار ونقول له اتنين ونحطه فيه رقم اتنين ونقول له اوكي دلوقتي نشوف بقى الايه نبتدي نشتغل ونشوف السؤال الاولاني سؤال الاولاني بيقول انشئ مستند جديد جميل جدا افتح الورد الاول عشان اقدر انشئ مستند جديد ادي مستند جديد ولا عايز تعمل جديد برضو من هنا تقول له جديد وتقول انشئ مستند جديد فارغ ادي اول سؤال حلنا ممتاز تعال نشوف بعدين احفظوا باسم عطلة فين طبعا ده انا عاملوا مي دوكومنت على ورد اكساساس انما احنا عاملينه في التملين ده حطين المستندات بتاعتنا على الديسكتوب على تملين وورد على اتنين فاجي اقول له احفظوا باسم عطلة فين هو ادي هو حفظ باسم وقول له اسم ايه عطلة ادي عطلة بعد اذنكم بس ألبس النظارة عشان مش شايف كويس فانكتب عطلة ادي عطل ايوة عطلة ونقول له فين لا انا مش في المكان المناسب المكان المناسب اللي انا حاطت فيه الملفات هو ديسكتوب هو تمرينات الورد هو اتنين او على حالة حسب ما هو بيقولك في الامتحان يقول له حطه في المكان فلاني لابد ان انت تلتزم بانك تحطه في هذا المكان ونقول له حفظ ونشوف السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه احفظ مستند مدن وامارات بنوع ار تي اف فين مستند ومدن امارات الظاهر انا لازم افتحه الاول يبقى نيجي للورد خلاص وقول له من مفتاح اوفيس فتح افتح ايه مدن وامارات موجود فين لو عايز تعرف ديسكتوب في تمرينات الورد في رقم اثنين مدن وامارات فتحنا وبعدين عايز يحفظه بطريقة ار تي اف ار تي اف ريتش تيكست فرمات يعني هو عبارة عن نص ولكن نص بالتنسيقات اللي هو لون كذا كبير صغير ليه بنحفظه كده عشان ربما انت عايز تحفظ المستندة وتخلي الناس يتفرجوا على الموبايل الموبايل بيقرأ النوع ده من ايه ملفات تحفظه على كمبيوتر قبل بيقرأ النوع ده من ملفات تحفظه على اي نوع لابتوب ايباد غيره هيقراه انما لو عملته كده دوكيومنت لابد ان يكون كمبيوتر ويكون فيه برنامج الورد ويكون فيه برنامج ايه الورد انما انا ما كانش في الكمبيوتر ده بنامج الورد لا لكن ممكن يفهمه اللي هو النوع اللي اسمه ما نطولش ونشوف يا سيدي اهو هادي يا سيدي مودن وامارات وانه لو سمحت من مفتاح اوفيس اقول له لو سمحت حفظ باسم لانه هنا غير النوع اويوه حفظ كنوع نغير النوع النوع بقى بتاعنا اللي هنجيبه ر تي اف ر تش تكست فورمات اقول له احفظ خلاص احفظ قالك بنفس الاسم يبقى حفظ يبقى ده حتى يكون ايه مدن وامارات دوت نقطة يعني ر تي اف مش دوت دوكومنت تعالوا نشوف السؤال اللي بعدي ها افتح المستند الطريق السريع دوكومنت دوت ستة وستين الموجود في اتنين بسيطة يا سيدي ادي هو و ادي افتح الورد ونقول له لو سمحت فتح انا عايز افتح ايه الطريق ستة وستين فتحنا وبعدين عايز ايه نشوف السؤال تكملته واكتب الطريق السريع رقم ستة وستين يعبر ثمن مدن تحت الفقر التي تبدأ بي وقد تم تقليل برنامج ايوه بس الطريق السريع رقم ستة وستين يعبر ثمن مدن تعالوا نشوف كده ونروح هناك مدن وامارات واكتب ايه مش مدن وامارات انا اسف الطريق ستة وستين خلاص واكتب بعد ايه تاني معلشي انا الزكرة بتاعتي ما بقيتش ايه كويسة تحت الفقر التي تبدأ وقد تم تأديب برنامج وثائق يبقى دي هو وقد تم وقد تم في المطأ اهو يعبر عايزني اكتب تحت دي يعني هنا هو تأديب اكتب ايه الطريق خلاص السريع رقم ستة وستين يبقى انا اكتب الطريق السريع رقم ستة وستين تعالوا نشوف بيقول ايه تاني عشان ما نكتبش غلط ناخد وقت شوية هنا هو لكن ساعتها اه مش هناخد وقت ان شاء الله او اكتب الطريق السريع رقم ستة وستين يعبر ثمان مدن يعبر ثماني مدن يعبر ثمان مدن ماشي اه ايه تاني تعالوا نشوف اه وقد ثم اكتب النص بحيس يكون فقرة جديدة طيب انا كتبتها ما عاربش اذا كانت فقرة جديدة ولا لا لكن لو عايزي يبين فقرة جديدة لابد ان هنا بكون في اشارة الفقرة تعالوا نظهر المختفي هنا هنلاقي فعلا هنا فقرة جديدة لان دي معناها من هنا هنبتدي فقرة جديدة ودي الفقرة نهايته تعالوا نقف الدباس دي لتأكد مش لحاجة تانية هي فعلا انا اتعملت كأنها ايه او اعمل اتعملت كأنها فقرة جديدة باستخدام ميزة التعليمات عرفهاش دور عليها في الورد هنحاول حالين ندور على الحاجة اسمها اكمال تلقائي ونشغل او ندور على تشغيل الاكمال التلقائي تعالوا نشوف او ايه قف تعالوا هنا نيجي لايه اي حتة ونقول له لو سمحت انا عايز في حندين هنا اللي هي علامة الاستفاء مع اني انا عايز استعلم او تدوس على اف واحد جميل جميل واكتب هنا ايه اشغال تشغيل الاكمال التلقائي واعمل انتر عشان يدور عليه بصراحة ودور عليه في الانترنت وفي غير الانترنت يحرص دايما جماعة الاي سي دي ال اني يقول لك ايه ما تعملهاش من الانترنت وعملها من الكمبيوتر فقط خلاص وتقوله دور عليه تاني فيدورك عليه في الكمبيوتر موجود ولا مش موجود سواء موجود او مش موجود مش هي دي لا تكون عندنا المشكلة خلاص المهمة تمشي على خطوة بخطوة مع انها مش موجودة فمش هنهتم بيها دعالوا نكمل الامتحان وبعد كده نشوه دي ممكن دي كانت موجودة على فكرة في اوفيس الفين وثلاثة لكن غالبا مش موجودة في اوفيس ايه الفين غير طريقة العرض الى تخطيط الطباعة في اي مستند في المستند اللي احنا في الاخر كان بطريق رقم ستة وستين فنفتح الطريقة رقم ستة وستين ونغير خلاص ونغير طريقة العرض الى طريقة عرض ايه تخطيط الطباعة من اين طبعا يكون منها العرض ونغير تخطيط الطباعة خلاص تعالوا نشوف كده السؤال غير غير طريقة العرض الى تخطيط الطباعة ماشي ماشي يعني هي ممكن تكون بطريقة تانية عشان وليكو ممكن تكون كانت مخطة تفصيلي فعشان نخليها عرض عادي ادي عرض ثم نقوله تخطيط الطباعة ماشي ونشوف السؤال اللي بعديها السؤال اللي بعديها ادرج الرمز حقوق الملكية او كوبيرايت حقوق النسخ او حقوق الطباعة كله زي بعض حقوق الملكية الفكرية بتكون في بداية السطر الاول من المستند الطريق السريع رقم 66 ادرج الرمز قبل عنوان الطريق 66 ده رمز يعني الحاجة بتحل بعضها كده رمز الطريق 66 هو عايزني ادرجها قبل 66 تعالوا نشوف قبل عنوان 66 طريق رقم 66 يعني عايزني قبليها قبل العنوان بالكامل يعني قبل العنوان ده كده في اوله اوكي في اجي اوله ادرج نعم رمز نعم اهو موجود هنا لكن ممكن القائمة دي بتبقى قائمة ده استخدم مؤخرا انا استخدمت الار والسي وخلافه لو مش موجود قلوا المزيد من الرمز نعم هتلاقيها في احرف خاصة اوكي وهتلاقيها احرف خاصة ادي حقوق النشر والواعي هيلاقي اختصار لها alt مع ctrl و c يعني تقدر تعمل كده double click تيجي وممكن تعمل بالكيبورد تعالوا موريكم بالكيبورد خلاص خلاص ادي الكيبورد هو الكيبورد لو دست على alt مع c مع c هتدي لك نفس الأصل تعالوا كده نشوف كونترول alt و بس نبدل للانجليزي اوكي alt كونترول c تزود لك على تول تاني خلاص يبقى alt مع كونترول مع c كمان بتدي لك ايه اللي هي العلامة بتاع حقوق الطبع محفوظة اوكي اوكي يلا سؤال البعضي سؤال اللي بعدي بيقول ايه افتح مستند رحلات افتح مستند رحلات الموجود في فولدر رقم اثنين استعمل امر البحث للبحث عن نص 2004 للمدن عربية وانسخه ثم لسقه تحت عنوان الطريقة رقم 66 في مستند الطريقة السرعة لا بالرحل اعيز من الاول افتح مستند رحلات نعم اهلي في اي واحد وقوله لو سمحت افتح لي من اه اتنين رحلات اوكي فتحنا وبعدين اعمل ايه نشوف تقريبا بيقول لك انسخوا كله اوكي استعمل الامر البحث للبحث عن رحلة قالت الفين واربعة اوكي للمدن العربية تعال كده نشوف ازاي الرحلات هو الفين واربعة ابحث ايه قدامي لكن عمتا ادي البحث وتقول بحث وتكتب هنا الفين واربعة لو عايز خلاص وتقول بحث لي هي بحث لك وقال لك وجدتها لك وعمل لك عليها ايه انما يعني مش ضروري خلاص يلا نشوف كده للبحث عن النص رحلة الفين واربعة للمدن العربية دي حاجة صغيرة يعني تعال نشوف كده ونشوف تاني رحلة الفين واربعة للمدن العربية داينا وبعدين عايز ايه تاني بعدها وانسخ ثم لسق انسخ النص ده والزق فين تحت عنوان الطريق ستة وستين يبقى اجي هو واجي الرحلات لقيته هو اعمله اختره بالكامل اقول له كوبي نسخ واروح من عرض ثم تبديل اطارات ثم الطريق رقم ستة وستين وبيقول لي تحتي الز الجملة دي تعال نشوف وانسخه ثم نسخه تحت عنوان الطريق كميل جدا يلا اللي بعد اخر حاجة اهذف نص الخرائط الحالية لا تتضمن الطريق السريع رقم ستة وستين ثم استعمل امر التراجع على اعادة النص عايز يشوفك بتعرف تعمل بالكنترول زد تراجع عن حاجة عملتها اوالا اوالا يعني انا احذف ولي انهر اكتب من جديد لا مش ضرور تكتب من جديد تراجع عنها تعال نشوف ازاي طريق السريع في نص هنا اسمه ايه خرائط الحالية لا تتضمن الطريق السريع اخترها بالكامل ثلاثة اختر السطر بالكامل وعملها delete بالايه بالkeyboard خلاص عارفين طبعا انتو keyboard delete بتاعتها شكلها ايه ادي هي خلاص delete اللي هي دي ربما لما اجي اعمل كده على طول delete الا يحصل هتتشال اقول ينهر ابيض انا اسف انا عايز اتراجع مش عايز اكتبها من جديد في اجي شايفين الزرال اللي انا فوق خلاص تراجع تراجع وجنبيها لوك شفت تحتها control مع z يبقى كده اتراجع يبقى كده احذف وcontrol كمان مع z تعالوا نشوف لو بالعربية تبقى شكلها ايه control مع حرف z برضو بتدي نفس الاصر بصه فوق تراجع يبقى سواء ده او ده قال لك خليه اخر حاجة عشان هو لم ييجي هيشيك على ان في امر التراجع عن الكلام ده ولا لا ونشوف ان شاء الله في التبنين اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته